لسه مكملين معاكم فقراتنا وتخيلوا ان بعد عشر شهور من ثورة 25 يناير وبعد كل الاحداث السياسية لمصر بتمر بيها في الفترة اللي فاتت وفي ناس لسه بتتهم الشعب المصري بانه شعب غير واعي كفاية وغير مسقف كفاية يعني يمكن الطيبة اللي بيتسم بيها المصريين يفسرها البعض بانها سساجة ولكن طبعا كل ده يعني شيء ليس له اي اساس من الصحة بالعكس كل الشعب المصري بيراهن عليه دلوقتي هو نفسه هو الشعب اعتقدر بيشاركنا في الرأي ده شخص اطلقه عليه الخباز الفصيح هو استاذ عبدالعزيز شرباص معظم اللي كانوا موجودين في مدان التحرير ممكن يكونوا عارفين عنه يعني كلام كتير بس النهار ده احنا نتعرف عليه اكتر وعن ذكرياته في ثورة 25 يناير صباح الخير صباح النور ده نورك حضرت يعني طبعا عايزة بتدي يعني لو حركت الديني تعريف بنفسك يمكن اللي ما يعرفش مدان التحرير واللي ما نزلتش وما يبقاش عارفك كويز ايو انا عبدالعزيز شرباص مدرس لغة عربية ايو وانسان مصري انا يعني بعتزة اوي اوي ان انا مصري حضرتك قلتي كلمة جميلة اوي اتهام هذا الشعب بعدم الوعي بيغضبني جدا جدا بالعكس الشعب المصري اذا وتيحت له الفرص يبدع ويبدع ويبدع وان شاء الله التغيير اللي هيصنعه هذا الشعب مش بس هيكون في اطار جمهورية مصر العربية ولا في اطار الوطن العربي ولا افريقيا لا التغيير سيشمل العالم ان شاء الله اذا كان الدكتور عصام حجي او العبقري هيسم الدسوئي بالنسبة للعالم فلتات بالنسبة لمصر مش فلتات مصر مليان عصام حجي وهيسم الدسوئي بس يتوفر المناخ لذلك لكن بالنسبة للتحرير وصورة 25 يناير عايزين نتكلم عن بكرة اكتر يعني ده امبارح انا قلقني برضو ان الاعلام شادد جزء من الاعلام شادد الناس الانبارح قوي وبالتالي احنا مشغولين وبالتالي غياب رؤية الغد مشكلة كبيرة جدا انا بيشغلني الشعب العظيم دايما بيسأل سؤال جميل يعني المثقفين بيتكلموا عن امبارح بينما الشعب يقول لك احنا رايحين على فين فانا بقيت حضرتك فعلا شعبنا واعي جدا معيني في ناس كتير اوي بقى عندها احباط للأسف من بكرة فبقيت عمالة بقى تفكر في اللي فات طب احنا كنا في فساد طب احنا كنا في ظلم طب رايحين على فين بتادوا يعني ينسوا وما رايحين على فين بسبب غياب الرؤية الناس معها بمعنى اخر ان كان المفترض ان المرحلة الانتقالية تشمل خطوات محشوبة وزمانية بامانة وده ما حصلش لكن الشعب ده هيخليه ايه يحصل النهاردة الانتخابات وبتتكلموا عن التجاوزات مهما حصل من تجاوزات اللي جاي هو ارادة الشعب وسيثبت شيئين مهمين جدا ان الشعب مصدر السلطات وده ما كانش موجود ده مكسب علينا نركز على المكاسب شوية ان السيادة للشعب خلاص بالامس في 2010 من سنة بالزبط اللي جاب مجلس الشعب هو احمد عز وجمال مبارك النهاردة اللي بيجيب مجلس الشعب هو الشعب ده تغير عظيم جدا ان شاء الله بعد كده السلطة القضائية السلطة التنفيذية كل السلطات التلاتة ومش بعيد السلطة الرابعة اللي هو حضراتكو الاقلام هيبقى هو الشعب اللي بيفرز كل شيء ومن هنا يبدأ التغيير بس يمكن كلنا مستعجلين شوية طب نتكلم بقى على كل شيء بالتفصيل في الاحداث الجارية بس عايزة اسألك الاول ايه الخباز الفصيل كنا في الميدان يعني معانا ناس بيتكلموا زي الدكتور عمهادي يعني انسانة من عز الناس في الميدان فما كانتش تعرف اسمي لكن تعرف ان انا عندي مخباز فكانت اطلقت علي عز الاسم الخباز الفصيل استمرت في الميدان لحد يوم التنحي؟ لا انا كنت يعني انا من مدينة بعيدة عن القاهرة اسمها المنزلة ده اهلية فباروح وبايجي لا ما يكنش مستمر بصفة مستديمة ايه اكتر مشاكل الناس بتعاني فيها في المنزلة؟ المنزلة عبارة عن بيئة تجمع بين التجارة والصناعة والزراعة وشمال المنزلة مدينة كبيرة جدا اسمها المطارية بتعيش على الصيد فعندنا مشاكل من كل انواع المشاكل المتخيلة اهمها ايه؟ اهمها مشكلة بحيرة المنزلة اللي هي مستعصية على الحل لدرجة ان مثلا برضو عشان تعرفوا قد ايه مصر عظيمة ان ايام محمد علي كان فيه قياس واحصى وسيب لنا ان مساحة البحيرة سبعمية وخمسين الف فدان تخيالي تقلصت الى ان النهاردة بتتراوح من مية للمية وعشر الف فدان فمشكلة كبيرة جدا البحيرة بتعاني من التجفيف بتعاني من التلوس بتعاني من سيطرة كبار رجال الاعمال والبلطاجية وبالتالي نسبة كبيرة جدا من الصيادين اللي مساحة الرزق قلت واعدادهم زاد حصلوا تهجير ده مش مشاكل اجتماعية بس ده مش مشاكل بيئية ده مش مشاكل بيئية كمان وكل ده بسبب ايه ان ما كانش عندنا مجلس شعب محترم بحيث ان ييجي يقولك الصرف يكون في البحيرة انسان بيلوث اكله بيده مين عود مجلس شعب اللي يوقع على اتفاقية بتدينا اتفاقية الصرف صحي منحة من اي حد ويقولك اصرف زي اسكندرية اصرف في البحر لمصلحة مين نقتل صروة سمكية هتأثر على كل شيء هنرفع نسبة البطالة بين الصيادين هنقلل نسبة مصر من الاسماك هتساهم في ارتفاع الغلاء كل ده هيساهم في تلوثنا فمين المسؤول عند ده مصالح شخصية مصالح شخصية النهاردة ده تطوير كبير مهما يكن من تجاوزات في الانتخابات وما فيش انتخابات في العالم بلا تجاوزات المشكلة في حصر نسبتها في حد امن للنسبة اذا تجاوزت العشرة في المية بقينا في الخطر ما اعتقدش فيه تجاوزات اه بس تهيلي مش كبير سيد سيد عبدالعزيز لو القضاء اقروا للانتخابات دي كانت نزيهة والانتخابات دي كل مراحلها عدت بسلام والتجاوزات كانت في حدود يعني الواحد او اتنين في المية لبلاد العالم ممكن بتعترف بيها اعتقد الناس هتكرر بيها ان شاء الله والله اعلم هيحصل ايه لا هو ده المكسب حتى مش بس بس الوضع هم اللي المفروض يكرروا الناس ده التغير انه بقى فيه شعب لحد سنة فاتت الناس كانت بتكلم بعضها ما فيه الشعب الشعب نفسه بيقول ما فيه الشعب الشعب فاجئ الشعب مش الشعب فاجئ العالم احنا فاجئنا العالم وفاجئنا نفسنا ان لسه عندنا يقظة ان لسه عندنا وطنية كل دي مكاسب ولكن يبدو ان احنا استعجلنا التغير بمعنى اخر التغير في تونس طبيعي انه يكون سريع مساحة صغيرة عدد سكان صغير موقع غير استراتيجي اما مصر مختلفة طب استعجل نزيه بالعكس احنا دايما النز بتشتكي من التباطل احنا ليه استنينا كل الفترة دي عشان مجلس استشاري ليه ما بدقناش بالدستور ليه ابتدينا البرلمان متأخر طب ما بدقناش ليه بالانتخابات الرئاسة يعني بالعكس احنا بنسمع دايما بتباطق ليه قلت فيه فيه سرعة اه فيه تباطق في الادارة وفي السلطة ده شيء طبيعي ده منتهى التباطق لكن في الشعب ما فيش تباطق بمعنى بمعنى اخر ان السلطة فعلا كان يجب ان تبدأ بدستور بايمانة واحد اسباب مشاكلنا ان احنا ما بدقناش بدستور ازاي دخل المدرسين للحسس من غير جدوى الحسس ازاي ابني على ارض الدور التالت وانا ما خططتهاش الدستور ده هو التخطيط هو حال والتعبير ده اه وده عشان كده احنا في متاه ازاي الفرع ينجب الجزر ازاي مجلس الشعب اللي هو فرع من الدستور هينجب الجزر اللي هو اساس الجزر ده الدستور هو الجزر فده مشاكل ادارية مش الشعب اللي عملها لا اللي نطلق عليهم النخبة وما فيش في مصر نخبة انا بازع القوي يقولك قوة سياسية ما فيش في مصر قوة سياسية قوة سياسية معناها احزاب طيب يا جماعة ده كان اكبر حزبين الجامعية العمومية للحزبين الفين فرد الفين نسمة من خمسين مليون مش محلوم بممارسة السياسة يبقى ازاي مصر فيها قوة سياسية او قوة حزبية فاحنا لسه مش في سنة اولى ديمقراطية احنا في اول يوم في الديمقراطية هو هذا العرص الانتخابي وعلينا ان ننتظر ابداع هذا الشعب الجميل الواعي انا بتكلم مع الناس بحب بتكلم قوي مع شعبنا ألاقي ناس كتير اقول له هتنتخب مين ألاقي بيختار هو نفسه هيدي قايمة معينة وييجي في الاتنين الفردي يختار اتنين مختلفين الشعب هيخلق التوازن ادي واحد اتنين الشعب اكبر حتى للطيارات الدينية اللي البعض بيرفضها هتغير خطابها السياسي وهتغير خطابها ادنعو طب ليه حدرتك متوقع ان مثلا في حزب او الاحزاب اللي بتتبع طيارات اسلامية ازاي النهاردة ممكن يطلع يقول خطتي كلقاتي انا هغير واحد اتنين تلات اربعة واحمشي على الشريعة الاسلامية وحتعامل مع الاطراف الفلانية بالشكل الفلاني ازاي ممكن حد يتوقع ان بعد كده ممكن يغيروا سياستهم يعني يغيروها ليه بعدين لو هم حيغيروها ده معناه ان كلامهم دلوقتي غير موصوك فيه كويس قوي بدليل لما تيجي الدعوة السلفية تمنع عبد المنعم الشحات من الحديث دي معناها ان هي قررت ان تتجه نحو الاتجاه الاكثر اعتدالة لكن كل متحدثين باسم الدعوة السلفية او حزب النور ما غيروش اي كلام كلام هم قالوه من اول الثورة حتى اليوم بنفس المنهج على الاقل نبرة الصوت بقت اقل بقى فيها تعالي لا ابدا مش تعالي بس انخفضت وسترتفع نبرة التفكير والعقل بس احنا مستعجلين على كل شيء هم هيتطوروا فيه تطور في اداءهم السياسي هيحصل وهيحصل تطور في الاداء الدعوي وهيبدأ الناس بدل مكان كتير بيربط بين الشريعة والحدود وده ظلم للشريعة هتبدأ مفهوم الشريعة الحقيقي يظهر الشريعة دي من يعني تكد يكون مش يكد هو اجمل قانون على الارض ليه ايه الشريعة الشريعة هي ان انا اسمح للناس بالامان بالسكن بالملبس بالمأكل بالعلاج بالتعليم بالتفكير بالتطوير ودي لهم اطار لده فاذا خرج عن هذا الاطار بدي له الحدود صحيح لكن مش هي الحدود كل اللي حضراتك كلمت عنه دلوقتي مبادئ الشريعة اعتقد مجتمع عليها كل الاديان مش مجتمع عليها خلاص ده ماكسب كبير هنكسبه معادش حد يقدر يفرد فهمه بس فيه فرق كبير بين الشريعة والعقيدة طبعا طبعا مال ايه الشريعة دي فرق كبير بينها وبين العقيدة اول شيء الشريعة تمارس على الارض لكن العقيدة قلبية ده امر جوه قلبي النهاردة فيه ناس من اللي ممكن بنقول عليهم الليبراليين او اشتراكيين وهو في صلاته في منتال خشوع وفي واحد بتقوله عليه طيارات وفي التجارة يتعامل مع الناس بالربة ده موجود والنموذج العكسي موجود في كل طرف فالعقيدة امر قلبي غلط ان احنا نفتش في نيات الناس لكن هيحصل تطوير في الاداء حتى الليبراليين هيحصل تطوير في اداءهم لان زي ما الاسلاميين فيهم متشددين الليبراليين فيهم متشددين في واحد عايز بيمفهمه للليبرالية ان كل شيء مباع وده طبعا بالنسبة للمجتمعنا غريب ربما ده في مجتمعات اخرى مقبول لكن اي مصطلح في مجتمع اخر لما يجي يدخل عندنا هيتغير النهاردة الكلام كتير عن العلمانية جنموذج هل العلمانية في مصر زي هتكون العلمانية في ايطاليا اللي جت عشان تقضي على سيطرة الكنيسة استحيل هتش يقدر يتكلم بنفس المفهوم الشعب المصري سيجبر الجميع على ان يسير وراء هذا الشعب ولكن هو له خطواته ربما السلطة بطيئة جدا ربما الشباب متسرع هو هيجمع لتنين يعني الرهان دلوقتي على الشعب اه طبعا هو مش رهان هو مكسب الرهان ده في احتمالين ابدا المكسب هو الشعب بمسندة طبعا المجلس العسكري في الوقت الحالي يعني مش فقط في حدود الفترة الانتقالية في حدود الفترة الانتقالية طب هنرجع نتكلم على البرلمان وتفسيرك ايه بان اتلاف الشباب الثورة او عموما ثوار 25 يناير ما بيمثلوش جزء كبير من البرلمان سواء في المرحلة الاولى او النتائج العشوائية اللي ظهرت للمرحلة التانية فهم حصلوا على نسبة اصوات يعني في حالتهم تعتبر نسبة كبيرة انما في البرلمان هي نسبة صغيرة جدا هو طبعا بيتقال ان دي انتخابات ان دي ديمقراطية طبعا ده انا بيحزنني جدا لسبب ان الديمقراطية اذا وقفناها عند الصندوق يبقى احنا برضو يعني مهزلة لا الديمقراطية قبل الصندوق فيه ثلاث اشياء يتوفر مناخ ديمقراطي ثم قانون انتخاب ديمقراطي ثم تقسيم دوائر ديمقراطي والثلاثة ما حصلوش وبالتالي هذا الشباب غير منظم لا يملك الاموال ولا يملك رصيد من السياسة فنزل فجأة على لعبة بلا مقدمات فشيء طبيعي انه هو يفشل فيه خبراته السياسية ضعيفة فشيء طبيعي تنظيمه ضعيف كل ده طبيعي جدا بس هيتعلم وهيبدأ ينظم نفسه